بسم الله الرحمن الرحيم حضرتكم أستاذ ياسر محمد نجيم من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضرتكم سجل الدرجات دلوقتي لو كنا عايزين نعرف درجة طالب طبعا كنا بندخل على العمل فبنلاقي مثلا بأن الاختبار ده بيظهر دينا في البداية الإحصائية بتاعته بالإضافة لأن لما كنا بندخل على الطلاب فكنا بنلاقي أسماء الطلاب زائد درجات بتاعتهم وبأن الطلاب الفلانيين مشاهدوش العمل ده طبعا عدم مشاهدة العمل ما هيش عذر لأن في الحالة دي انت عارف كطالب بأن في عندك امتحان في الوقت الفلاني فهو بالتالي لم يشاهد بمعنى بأنه مفتحهوش ممكن في عندهم مشكلة في حسابه في المنصة أو ممكن بأن الطالب تجاهل بأنه يفتح العمل لكن لما يطلب مني سجل الدرجات في المدرسة مش هفتح الأعمال اللي أنا كلفت بيها الطلاب عمل عمل عشان أشوف درجات الطلاب وأرصدها وبعد كده أجي أعملها أو أني أرصدها بشكل يومي على السجل الورقي بتاعي فهنا تقدر بأنك تستفيد من سجل الدرجات الإلكتروني اللي بتوفره لك المنصة طيب بتوصله ازاي بتوصله عن طريق الوقوف على الفصول وبعد كده تضغط على كلمة التقدم دلوقتي هو بيقدم لك سجل الدرجات الخاص بكل فصل دراسي ما وانت موجود فيه طيب أنا دلوقتي الفصل الدراسي ده ما فيهوش طلاب وما فيهوش تكلفات أنا قمت بها هفتح الفصل اللي أنا عايز أعمله سجل الدرجات على سبيل المسال الفصل ده دلوقتي هو جاب لي الطلاب زائد نسب بتاعتهم أو نسب التقدم بتاعتهم زائد الدرجات بتاعتهم في كل عمل من الأعمال بدل ما كنت أدخل على الأعمال لو انت ضغطت على أي عمل من دول طبعا بيفتح لك العمل ده فبتقدر تشوف التقييمات بتاعت الطلاب بإجابات الطلاب ولكن احنا هنا هدفنا الوصول على سجل الدرجات عندك الدرجات جاهزة وموجودة تقدر بأنك تصدرها إلى ملف إكسل طبعا مجرد ما الملف الإكسل ده ما هينزل هتلاقي بأن الدرجات بتاعت الطلاب موجودة في ملف الإكسل والأعمال بتاعتهم كلها موجودة وإيه الدرجات اللي حصلوا عليها في كل عمل وهتلاقي إجمالي للدرجات اللي موجودة طيب هنا لازم ننتبه لنقطة مهمة الطالب ده محلش عندي غير عمل واحد بس وهو أخذ النتج بتاعه تسعة في حين أنا طالب تاني واخذ النتج بتاعه أعلى طيب علشان يجمعلك الدرجات صحيَ لازم تكون حطوا الدرجات للطالب في كل تكلف بمعنى أنا الطالب ده مستوى التقدم بتاعه تسعين في المية ولكن المستوى التقدم ده وهمي لأن طالب ده فيه تلاتة امتحانات محله هاش طيب أنا هاجي هنا والأحط له مثلاً بأن التحان الأول لدي صفر من 55 الامتحان التاني من خمسة وخمسين هحط له برضو صفر لأنه محلش الامتحان ده والامتحان التالي برضو هحط له الدرجة بتاعته صفر من خمسة وخمسين الطالب ده هبدأ بقاني jangan typed 10% من 10% وتقدر بقانك تضغط على معينة العمل فنتقدر توصل لدرجات بتاعته الطالب ده ما عندهش أي درجات لأنه ما حلش أي حاجة من التكلفات فقدر بقاني احط له صفر من خمسة وخمسين صفر من خمسة وخمسين صفر من خمسة وخمسين واجي هنا هقول له صفر من عشرة الفكرة هنا بان انا بكمل الدرجات اللي الطالب محلش فيها اي عمل علشان لما يجي يحسب لي النسبة بتاعة الطالب في الدرجات ديت الفكرة هنا بان انا بكمل الدرجات بتاعة الطلاب وفقا للأعمال علشان لما اطلب منه بانه يحسب لي الدرجات بتاعة الطالبة اللي موجودين عندي في الفصل بلاقي بانه بيديني النسبة الحقيقية لتقدم كل طالب في الفصل فمثلا الطالب ده كان تقدمه حاجة وتسعين لأنه كان داخل التقييم بتاعه على عمل واحد لما أنا دخلت التقييم بتاعه في بقية الأعمال ظهر لي المستوى الحقيقي للطالب الطالب ده كان مظلوم فنتيجة لي أن الأعمال بتاعته كانت موجودة ولكن مقارنة بطالب تاني كان عمل واحد بس كان واخد عليه حاجة وتسعين فالطالب ده أصبح هو الطالب المميز اللي موجود في الفصل هنا لازم تنتبه لأنك أي درجات فاضي أو أي واحد ما عملش أي أعمال حطله درجة صفر مثلا علشان تدخل الدرجة ديت في التقييم الإجمالي لطلاب الفصل بعد ما تنتهي من وضع درجات لكل الأعمال اللي أنت عايزة هتدخل في ملف سجيل الدرجات بتاعك هتلاقي عندك النسب الحقيقي للطلاب ودرجات الطلاب ومساويات تقدمهم وتقدر بقى أنك تصدر الملف دلوقتي هفتح الملف حاليا مجرد ما هتشوف الدرجات هتلاحظ الفرق في درجات الطلاب بأن هنا كل طالب حصل على درجات كذا مقارنة بالإجمالي بتاعه الحقيقي وبالتالي هنا علشان تحصل على درجات صحيحة وعلى نسب صحيحة أي عمل الطالب ما عملهوش ادي له صفر فيه علشان توصل لنسب التقدم الصحيحة والمستويات الصحيحة اللي موجودة عندك في الفصل طبعا تقدر بأنك تحزف استجابات الطلاب في سجيل الدرجات ولكني منصحش دايما باستخدام الخطوة ديت في عندنا ميزة هنا بيقدمها لنا سجيل الدرجات الإلكتروني على المنصة وهو الفترات التقديرية الفترات التقديرية في عندك دلوقتي فترة تقديرية واحد وموجود فيها الدرجات بتاعة الطلاب بالأعمال اللي موجودة عندهم طيب تقدر تضيف فترة تقديرية تانية طيب ايه هي الفترات التقديرية؟ لنفرض بأنك عايز سجيل الدرجات لشهر اكتوبر وسجيل الدرجات تاني لشهر نوفمبر وسجيل تالت لشهر ديسمبر وسجيل رابع لشهر يناير يبقى أنت هنا عايز فترات تقديرية بأن الفترة التقديرية ديت مثلا أن ده شهر اكتوبر وبعد كده هاجي أنشئ فترة تانية الفترة الثانية مثلا هتبقى السجل الدرجات بتاع شهر نوفمبر بعد كده لما يخلص شهر نوفمبر بعمله انشاء فترة جديدة فبيبقى عندي سجل درجات تالت لشهر ديسمبر من المهم جدا بأنك تهتم بالتعرف على السجل الدرجات الإلكتروني اللي موجود في المنصة لأنك في حالة ما إذا أردت بأنك تستخدمه مستقبلا فمثلا بأنك تشوف إيه أعلى درجتين الطالب حصل عليهم أو إيه أعلى درجة الطالب حصل عليها وهتحسبها له داخل سجل الدرجات الورقي اللي انت بتستخدمه داخل فصولك ليك الحرية في تحديد طريق اللي انت هتستفيد بها من سجل الدرجات ده مجرد عرض لسجل الدرجات ومجرد أفكار للاستفادة من سجل الدرجات على المنصة بكده نكون انتهينا من شرح الفيديو بتاعنا هنا بنشكر حضراتكم وبنتمنى لجميع كل التوفيق وبنتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة